أحسن الله إليكم وهذا سائل أن يقول هناك عبارة تتردد كثيرا وهي قولهم الله ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه نعم هذا في الدنيا الله ما رأيناه ولا أحد يراه في الدنيا حتى موسى عليه السلام كريم الله لما قال ربي أريني أنظر إليه قال لن تراني أن أحدا لا يرى الله في الدنيا ما يستطيع البشر أن يروا الله في الدنيا ما عندهم استطاعة ولا مقدرة ولا قوة الجبل لما تجلى الله له عندك صار ترابة لما تجلى ربه للجبل جعله دكا كيف الإنسان الدنيا ما يمكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى الله على الصحيح ما رأى الله بعينه فإن ما رآه بقلبه وبصيرته أما في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم كما تواترت بذلك الآيات والأحاديث المؤمنون أما الكفار فلا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمهم الله عز وجل لأنهم لما لم يؤمنوا به في الدنيا حرمهم من رؤيته في الآخرة نعم بالعقل عرفنا بالعقل عرفنا نعم بأدلة العقل نعم بأدلة العقل إذا نظرت في الكون نظرت في خلق السماوات والأرض والنجوم والسحاب والرياح والبحار والأشجار ألا يدلك هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به بلى هل أدلة على نوعين أدلة كونية مرئية بالبصر وأدلة قرآنية وحي من الله عز وجل كلها تدل على الله سبحانه وتعالى نعم